السلام عليكم مرحبا بكم من جديد في القناة الوصفة عنها اليوم ستكون حلوات جافة كروكي بالكوكاو بطريقة سهلة ومبسطة مكونات موجودة في كل بيت نخليكم مع طريقة التحضير بسم الله على بركة الله نبدأ في طريقة التحضير ونشوفه في نفس الوقت المكونات في إناء نحط كاس إلا 14 سكر حجم الكاس المستعمل 220 ميليليتر نفس الكاس يحنكي لديه كامل المكونات بالنسبة لهذا الحلوة الجافة رايح اجي زكية وتخضج لكمية كبيرة نضيف على هذا الكاس غرباء على السكر نضيف عليه هنا يزوج حبات بيض كاملة أما بنسبة البيض الثالثة رايح نضيف فقط الصفر أما بنسبة البيض رايح نحتفظ به نزين به هاد الكروكي نزيد مع هادا مغرفة كبيرة تكون مع مرات لفاني نخلط منيح هادا به هاداك الفوي حتى يدوب كامل هاداك السكر ونتحصل على هاد الخليط يولي لو نتعو فاتح وفي نفس الوقت رايح يضاعف الحجم ديالو في هاد المرحلة عندي كاس إلا نضيفه تدريجيا هاكدا نخلط منيح ونضيف شوية بشوية نحاول حتى ندخل كامل الكمية الزيت باش نضيف الكمية المتبقية حتى نكمل كامل هاداك الكاس غرباء نضيف خلط منيح نشوف البنت ايحنت تحصل على هاد الخليط والان نضيف زوج مغرفة كبار مع مين تعله ميزينة مع هذا كيس من الخميرة الكيميائية ونبدأ نضيف الفارينات تدريجيا نحط الكاس اللولاني مع رشاة على الملح نزيد الكاس الثاني ونبدأ نجمع في العجينة حتى نتحصل على العجينة تكون متماسكة وجي شوية طغية نضيف الكاس الثالث ونكمل نجمع كامل العجينة نستعملت ثلاثة كيسانة على الفارينا حجم الكاس المستعمل ٢٠ ميليليتر نقسم العجينة على ٢ نضيف الكاس الثالث نضيف الكاس الثالث ونضيف الملح في الثالث حتى نتحصل على هذه الثالث نضيف العجينة عجينة بدوق الشوكولة كوكاو مناح وضع البيض نحكم العجينة البيضاء قسمت العجينة قسمتها على اثنين نحكمت نصف العجينة البيضاء نحلها فوق كيس بلاستيكي نحلها على شكل مستطيل وتكون رقيقة نسجم كامل الأطراف ونزيد بنفس الطريقة نحل العجينة السوداء بنفس السمك ونفس الطول ونفس العرض نحط العجينة السوداء على العجينة البيضاء دائما نخلي شوية في الطف ونحن نخلج كامل هذا الهواء بين الطبقتين ونبدأ نشكل الشكل الحلزوني نحن نطويل عجينة وفي نفس الوقت نحن نقفل كامل هذه الأطراف نحن نقفل هذه الأطراف نحن نقفل كامل نقفل كامل ونقفل كامل نقفل كامل أو سے ثم وضع المعنون السوداء سدحوني البنت الوصفة باقع الكروكي يجب الكثير من البنت وكذلك يسمح جيدا نحن نحن أنه الكروكي نقفل كامل نضيفه على السطح و كذلك على الاطراف بهاد الطريقة نحاول نلسقه منيح نتبته منيح نتبته منيح نبنسبة الكوكو هذا من الأفضل أنك يترحيه يكون شوية خشين حاقده بشيعطيك منظر شباب نبنى هاقده بعد ما نلسقك كامل هذا الكوكو نبدأ نقطع فيه بالنسبة للتقطع نقطعه على شكل مقرطة نحاول الحجم يكون متوسط و نحاول نقطعه كامل كيف كيف بهذه الطريقة حاول نضيفه ضاعف الكمية حسنا نضيفه إلى سنوات نضيفه في نفس الوقت كنت شعلت الفرن على درجة حرارة 180 درجة نجعله يسخن شوية بعد ما يسخن سنطيف في هذا الحلوه بعد ما يطيف من الأسفل يتحمل سنطفي عليها الفرن ونشعل عليها من الفرن ونجعله يكتسب اللون الذهابي هنا بعد ما كملت كامل العجينة وحطيت بالحلوه طابت بعد ما طابت خرجتها وخليتها حتى بردت تماما بالنسبة للتزيين تبقى اختيارية هاد الخطوة انا هنا دوبت شوكولات وحطيتها في كيس حلواني وشكلت هكذا خطوط بالشوكولات يحيزيد بدنا لهاد الكروكي وحيجيب بزاف بخيزنطة بالتقدير تحطيها للضيوف في النهاية البنات ان شاء الله تعجبكم وصفة عنها اليوم اترككم في امان الله في فيديو اخر ان شاء الله سلام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة